في الحادي عشر من اكتوبر تشرين الاول عام الف وتسعمائة وسبعة وسبعين اغتيل الرئيس ابراهيم محمد الحمدي واغتيل معه حلم الدولة المدنية الحديثة اتلقى الناس فاجعة اغتيال الحمدي مدركين انهم فقدوا رمز كرامتهم واطلقوا على ذلك اليوم يوم التلثاء الاسود اقترن اسم الحمدي في ذاكرة اليمنيين بالكبرياء طوال فترة بحثهم عن الدولة المدنية الحديثة التي اسسها وسلبت من بعد نحن اليمانيين المسؤولون عن تنفيذ هذه الخطة اسس الحمدي منظومة متكاملة من مؤسسات الدولة والتعاونيات التي نجحت نجاحا باهرا وازدهرت في عهده حركة التنمية والرخاء والاستقرار واذا كنا غدا سنفتدع طريق فعز برغم قصر الفترة التي حكم فيها الا انه استطاع ان يؤسس معالم دولة حديثة لم تتكرر في عهد اليمنيين حتى اللحظة مثلت تلك المرحلة فترة تصحيحية لكل الاخطاء والانحرافات السياسية التي اعقبت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962 ثلاث سنوات خضر قضاها الوطن متربعا في قلب ابراهيم وحاضرا في وجدانه وضميره كانت كلمة السر في فترة الرئيس الشهيد كما يطلق عليه هي في استثماره لافضل ما في الشخصية اليمنية من ايجابيات بينما عكس عهد صالح الامر تماما فاثمر كل هذه التشوهات في الواقع اليمني كما هي في الشخصية والوجدان العام حكم بعدها صالح عشرة اضعاف سنوات حكم الحمدي لم يقدم اي تغيير في البلد وظل يقاوم رغبة شعب في التحول الديمقراطي والحضاري والانساني ورغم محاولات النظام السابق محو عهد الحمدي من كتب التأريخ والمدارس وبذله في ذلك جهودا مضنية وطمس تأريخه من ذاكرة الناس لكن الشهيد ظل حيا في قلوب اليمنيين عاش اليمنيون حلم الحمدي طيلة ثلاثة اعوام التي اعقبت حكمه واضاءت لهم سيرته في فجر الحادي عشر من فبراير افاق الناس من سباتهم السياسي وتدفق في قلوب الناس املا عظيما فهتفوا باسم الحمدي وهم يمضون بحماسة نحو المستقبل اعاد الثورة الشباب السلمية حلم اليمنيين بتأسيس دولة مدنية حديثة قائمة على المساواة والعدالة التي سعى لها الحمدي لكن الحلم وئد مرة اخرى من قبل الثورة المضادة التي قادها صالح والحوتي ليظل حلم الدولة المدنية عالقا في ويدان شعب واحلام وطن كما سيظل الحمدي خالدا في مخيلة الناس رمزا للدولة المدنية والعدالة والكرامة يخلق الشجعان فكر في باكر ولا تنكي على مكان